قبيل زيارة المبعوث الأمريكي أكدت هيئة البث الإسرائيلية تسع الخلاف بين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه يؤف جالنت بشأن توسيع الحرب في الشمال وقالت الهيئة نقلا عن مقرمين من نتنياهو إنه سيستبدل جالنت إذا واصل الأخير معارضته لتوسيع الحرب في الشمال وأن قائد الجبهة الشمالية يؤيد نتنياهو بشأن توسيع الحرب لكن وزير الدفاع جالنت لا يزال يريد استنفاذ الوسائل الدبلوماسية قبل هذه الخطوة وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت قال من جهته لنظيره الأمريكي لويد أوستن إن الاتجاه واضح مع حزب الله في إشارة إلى التصعيد وصولا للحرب وضف جالنت لأوستن أن حزب الله ما يزال يربط نفسه بحركة حماس مؤكدا في السياق أن إمكانية التوسع مع حزب الله تبتعد على حد قوله ترجمة نانسي قنقر